رسالة لكل داعية للحق ولكل طالب علم مهما هملجت البرازين بأهد الفسق والفجور وسكن الدورة والقصور وغادى عليهم من السرور والحبور لا تغتر بذلك إذا كانوا على غير توحيد وعلى غير طاعة اجعلوا تحت قدميك ولذلك ربنا عز وجل مدح نبيه في رحلة المعرج قال ما زاغ البصر وما طغه ما معنى هذه الآية فرق بين الزوغان والطغيان الزوغان أو الزيغ في البصر هو أن الإنسان يجول ببصره يمنة ويسرة مثل أن تدخل قصرا منيفا أو أن ترى سيارة فارهة فتظل بنظرك يزيغ البصر في رؤية ما فيها من البهرجة وما في هذا القصر من هذا الأثاث صحيح والطغيان تجاوز الحد فالنبي عليه الصلاة والسلام مما رأى من آيات ربه الكبرى مما رأى من الأنوار التي تغشى هذه السدرة ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لم يزغ بصره يمنة ولا يسرة ولم يطغى ويتعد المكان المسوح له بالرؤية فيه ومن هنا إذا دخلت في أي مكان أيها المبارك وأراد الشيطان أن يستغويك بما فيه من الفتن فعليك بغض البصر فلن تجد أبر لقلبك ولدينك من غض البصر وعليك أن تسافر بخيالك إلى هناك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر فكل ما دار في خيالك وكل ما رأيت من البهارج فالجنة بخلاف ذلك وليس بين الجنة والدنيا والجنة إلا الأسماء فقط الأسماء فقط لكن هناك الأمر مختلف قحف الرمانة يكفي الفئام القبائل من إيش من الناس الشجرة الساق ذهب الساق إيش والساق من الفضة فلذلك دائما أيها الكرام المباركون الإنسان دائما أن يملأ قلبه بما هو في خزائن ربه تبارك وتعالى